النهوض بقطاع الشباب وطموحاتهم والاستماع لهم والأخذ منهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتطويرها كانت أفكارا لمخيم تطوير القيادات الشبابية الذي أقيم على المجمع الرياضي بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب تزامنا مع الاحتفال بيوم الشباب العماني مخيم تطوير القيادات الشبابية هو مخيم شبابي تهدف في الفعالية والبرامج لانشطة مقامة في هذا المخيم إلى تطوير القيادات التخصصية والشباب المحافظة من خلال مجموعة من الفعاليات والانشطة المتنوعة طبعا فئة شبابهم في طموحة كانت الهدور كبير في إبراز البرامج التي تهمهم لمرحلة القادمة مناشط وفعاليات رياضية بدأها برنامج تطوير القيادات الشبابية وجلسة استعرض فيها تجارب وقيادات شابة ناجحة وجلسة حوارية عن التخطيط الاستراتيجي وحلقات نقاشية حول رؤية الشباب وطموحاتهم المستقبلية محتاجين إلى منصة تقمع الشباب العماني سواء كان طبعا بجمع الفئات العمرية بحيث أنها تكون هذه المنصة اجتماعية ترفيهية تعليمية تحتوي فيها كل المواهب الشباب على الأساس أنه نستطيع أن نحن كشباب نوصل صوتنا للقيادات ومتخذي القرار والنظر في تطلعات واحتياجات الشباب في السلطنة بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040 المخيم اليوم اللي تميز فيه أن هناك حضور لقادات عمانية ملهمين متمكنين وهذا أتاح لنا الفرصة نحن كشباب لكي نشارك ونخرج طاقاتنا نصعد على المنصة نشارك وتثري هذه الفعاليات وهذه الورش التي قدمت اليوم وتسقل كثير من المهارات التي نمتلكها وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما ملحوظا بآراء وأفكار الشباب من خلال الملتقيات الشبابية والمختبرات الاستراتيجية الوطنية للشباب وغيرها لتفعيل دورهم وتوجيه طاقاتهم لخدمة المجتمع البرامج والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية تسهم في الارتقاء بالمواهب والقدرات الشبابية ودعم وتطوير قطاع الشباب العماني من محافظة الظاهرة سالم بن هلال الشعيلي